أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت ورشا في مصنع يقوم بإصلاح طائرات الهيليكابتر وذلك بمنطقة زابوريجيا بأوكرانيا وأشرت وزارة الدفاع إلى أن القوات الروسية تدمرت أيضا منشآت تخزين الوقود في منطقة دينيبرو الأوكرانية التي تقوم بتزويد الجيش الأوكراني في منطقة دونباس بالوقود قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أن أنظمة الأمان في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تعمل مضيفا أن النشاط الإشعاعية ضمن النطاق الطبيعي فيما أبلغت كييف الوكالة بتعرض المحطة للقص مجددا يأتي ذلك فيما أعربت السلطات في منطقة زابوريجيا عن استعدادها لأي تطورات قد تقع في المحطة النووية وأوضحت أنها وضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا لا تريد الاعتراف بمخاطر الإشعاعات النووية في محطة زابوريجيا ذكرت بعثة روسيا دائمة لدى مجلس الأمن الدولي أنها سلمت أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زابوريجيا وذلك في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري وقالت البعثة الروسية أنها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية للمحطة مشيرة إلى أن مستوى الإشعاع في المحطة وفي محيطها ضمن النطاق الطبيعي طلبت منصقة الأمم المتحدة المقيمة في أوكرانيا دينيس براون المجتمع الدولي بالحصول على ضمانات من روسيا لاستماح للعملين في المجال الإنساني بإيصال مواد الإغاثة عبر خطوط القتال بين الروس والأوكرانيين أكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة تتفاوض باستمرار للتحرك عبر الخط الذي يفصل بين الأطراف المتصارعة في أوكرانيا وذلك لإرسال مواد الإغاثة معربة عن أملها في أن توفر موسكو الضمانات الأمنية لذلك وحذرت المنصقة الأممية من خطورة الموقف مع اقتراب الشتاء في وقت يحتاج ما يقرب من 18 مليون شخص في أوكرانيا إلى مساعدات إنسانية أعلن مركز التنصيق الخاص بالحبوب الأوكرانية أنه قد سمح لسبع سفن شحن بمغادرة موانئ أوكرانيا وذلك في إطار اتفاقية غدائية متعددة الأطراف كانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتها اتفاقية في 22 يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمد الروسية للأسواق العالمية وذلك مقابل سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانم بما في ذلك ميناء أوديسا أكد المنصق الأممي لمبادرة حبوب البحر الأسود أمير عبد الله أكد أن صادرات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية التي يتم تصديرها بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تجاوزت المليون طن مترية أشار المنصق الأممي إلى أنه بينما توطي هذه الاتفاقية العمليات التجارية لاستئناف الصادرات فقد تمكن برنامج الأغذية العالمية أيضا من استئناف شراء القمح الأوكراني لعملياته الإنسانية وأكد المنصق الأممي أن مبادرة حبوب البحر الأسود قد وفرت بعض الأسلحة في الصوامع الأوكرانية لاستعاب الحصاد الجديد ترجمة نانسي قنقر